هذه التقارير هذه التحليلات هل تنبئ بأن إسرائيل تنتظر جبهة حرب جديدة بعد انتهاء الهدنة ربما تكون عالية المخاطر كما تقول الصحيفة يعني الصحيفة تقول ذلك بنانا على تصرحات بنيمينة تنياهو اللي بيصر عليها منذ نحو أسبوع تقريبا ومع دخول هذه الهدنة هو يصرح دائما أنه سيستأنف هذه العملية العسكرية في غزة هو يحاول أن يثبت لليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف تحديدا أنه لن يتراجع عن هذه الحملة ومن ثم مع دخول الهدنة في قطاع غزة هو يصعد في الضفة الغربية نعم بكل تأكيد إجابة على سؤال حضرتك هو ليس في حاجة إلى أي إجابة جديدة هو يحاول تاني تاني أن يعني يغازل اليمين المتطرف ويثبت لهم أنه ما زال قادرا وأنه الهدنة لا تعني أن العملية العسكرية لن تنتهي وأنه مصر على إكمال هذه العملية حتى يتم تحرير الأسرة وحتى يتم الهدف المعلن اللي هو دايما بقوله طول الوقت يعني القضاء على حماس رغم أن الجميع يعرف أنه لن يستطيع أن يصل إلى هذه المهمة لأنها مهمة واسعة جدا وغير منطقية هو يعرف ذلك والجيش الإسرائيلي يعرف ذلك وجميعا نعرف ذلك أنه لا يمكن القضاء على حماس ليس لقوة حماس ولكن لأن حماس موجودة لديها حضنة شعبية كبيرة جدا لدى الفصل لدى الساحة السياسية الإسرائيلية أو لدى الشعب الفلسطيني طول الوقت هي موجودة واعتظر لموجودة طب بماذا تفسر حتى من ضمن حواراتنا الآن كنا نتحدث مع المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية من دبي ويعني يقول ويتحدث عن غزة ما بعد حماس ليس هو الوحيد يعني حتى قادة الدول الغربية يتحدثون عن سيناريو اليوم التالي وأنه حماس لن تكون موجودة يعني أليس لدى هؤلاء يعني مراكز تفكير مراكز بحثية تقول لهم هذا الكلام أنه لدى حماس حضنة شعبية صحيح لدى حماس حضنة شعبية والانشغال باليوم التالي هو فعلا مهمة تعنى بيها كل زاوي الاهتمام بهذه القضية لأنه إسرائيل يعني قولا ناحية لن تقبل بما كان قبل السابع من أكتوبر نحن نتحدث عن وضع جديد ستكون في حماس بشكل أو بآخر إنما شكل هذا التواجد مؤكد أن إسرائيل تريد أن لا يكون كما كان قبل السابع من أكتوبر لابد من تغيير هذه المعادلة هذه العلاقة انتهت هذه الصيغة انتهت على الأقل من وجهة نظر إسرائيل ما يتم بحثه بقى في كل الدوائر الغربية هو مشكلته أن ينطلق من هدف وحيد أراه أنا أنه يحاول أن يؤسس انتصارا لبنيامين نتنياهو ويؤكد على هذا الانتصار إزاحة حماس عن المشهد ربما يكون قليلا ربما يكون كثيرا دي تفاصيل إنما الهدف المعلن لبنيامين نتنياهو اللي يبد أنه يتحقق هو إزاحة حماس عن هذا المشهد إنها لا يكون لها دور خلينا أقول بانقصين دورا كبيرا أو دورا مؤثرا أو دورا مؤثرا أو دورا مؤما في ترتيب أو في إدارة قطاع غزة فيما بعد ليه؟ لأنه حتى من بالأمس أعتقد بنيامين نتنياهو بيصرح أنه لن يقبل بأن تكون غزة مصدر دهديد وهو يخلط دائما ما بين حماس وبين قطاع غزة وفكرة حتى المقاومة يا دكتور عمرو حضرتك تدرك ذلك جيدا وهو بيكلم من حد الوقت عن حماس بس هناك فصائل عديدة بنكلم على 13 فصيل أو 14 فصيل كلهم لديهم هذه الرغبة وهذه المهمة الأساسية وهي مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى ينتهي هذا الاحتلال بشكل أو بآخر فهو يتكلم الآن عن حماس ويهمي الجهاد يعني راحز حضرتك مفيش كلام عن الجهاد مفيش كلام عن الشعبية مفيش كلام عن كتاب الأقصى فمفيش هذا كل الكلام لأنه هو مستهدف حماس وهو كمان من الأول دكتور عمرو حين نجح إعلاميا في تسويق فكرة إرهاب وداعش المجتمع الدولي تعامل مع هذه الفكرة بشكل واضح جدا ومسمى هو حشر حماس في هذه الزاوية إعلاميا لدى المجتمع الدولي والمجتمع الدولي في البداية بالذات كان مصرع بما إنه إرهاب ونحن جميعا نحارب الإرهاب إذن حماس من هذا الفصيل ولكن مشاهد المجازر والضحايا غيرت طبعا غيرت كثيرا وده التغير كمان اللي حصل يعني بنيمينة تانية حصل من الولايات المتحدة الأمريكية ومجتمع الغابي على فسحة من الوقت انددت تقريبا إلى إسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كانت دعم مطلق ولم تكن هناك كلمات عن القانون الدولي وكان كلام بس فقط يا دكتور عامرة على الدفاع الشرع عن النفس ونقطة مفيش أكتر من كده ثم ابتدى الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن أمور أخرى تغيرت كل النغمة الغربية بالذات من كلم على فرنسا يبقى الموقف الألماني اللي هو متشدد جدا يعني الاعتبارات تتعلق بالألمان ويعني وعقدة الهولوكوست والنازية عندهم مشكلة في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر